موسيقى الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات على أهداف حزب الله في جنوب لبنان ويصف العملية بأنها حزام ناري موسيقى الاتحاد الأوروبي يطلب بتحقيق طالب تحقيق مستقل في التقارير عن مقابر جماعية في مستشفيين في غزة موسيقى إيران تقلص وجودها العسكري في سوريا وتخلي مواقع في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة موسيقى موسيقى أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث اشتعلت الجبهة بين إسرائيل وجنوب لبنان في أعنف هجوم إسرائيلي على مواقع لحزب الله منذ بدء حرب غزة إذ أعلن الجيش الإسرائيلي قصف العشرات من الأهداف إضافة لمجمعات عسكرية وبنية تحتية لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان قال مدير مكتب الحدث في فلسطين أن الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان كانت مبرمجة مسبقاً وليست رداً على التصعيد الأخير متوقعاً أن المواجهة بين إسرائيل وحزب الله ستستمر على هذه الشاكلة دون كسر لقواعد الاشتباك وأوضح مراسل الحدث أن جزءاً من الغارات الإسرائيلية ركز على منطقة تيراميا وعيد الشعب استهدفت أنفاقاً تحت الأرض تابعة لحزب الله مشيراً إلى أن إسرائيل استخدمت في هذا القصف بخائر ثقيلة وأن هذا يفسر سماع الانفجارات عن بعد لمسافات بعيدة من جهته أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي أن السلاح الجو شن غارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان وذكر مراسل الحدث أن إسرائيل شنت أكثر من 14 غارة على 25 هدفاً لحزب الله في جنوب لبنان خلال ساعات قليلة اشتركوا في القناة وللمزيد تنضم إلينا من جنوب لبنان مراسلة الحدث ناهد يوسف أهلاً ومرحباً بك معنا ناهد ومن القدس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي أهلاً ومرحباً بك معنا زياد قلت زياد بأن هذه الضربات الإسرائيلية كانت مبرمجة وليست رداً على ضربات وهذا يعني بأنه سواء ضرب حزب الله أو لم يضرب فإسرائيل لديها خطة في الجنوب لبناني أو حدودها الشمالية هل هذا بناء على تصريحات قالها وزير الدفاع سابقاً بأن الجبهة الشمالية هي الأهم وأن الأمور ستحسم أم هناك ربما بيانات أو تحليلات إسرائيلية استدعت منك هذه ربما الأراء أو القراءات بدون شك بأن هناك مصادر في إسرائيل تحدثت في هذا الإطار بمعنى بأن هذه الغارات كانت مبرمجة مسبقاً ولم تتصل مباشرة بالتصعيد الأخير لغم أنه كان لافتاً في الأيام الأخيرة حزب الله أطلق ليس فقط سواريه وإنما مسيرات تحمل متفجرات تجاه خليج حيفا وبالإضافة إلى الاستدافة هذا الصباح الذي أصاب مباشرة عدة مباني في مثلاً مستوطنة أفيفيم على حدود لبنان لكن كانت مبرمجة لأن إسرائيل على ما يبدو أرادت أن تضرب الأنفاق الموجودة في راميا وفي عيد الشعب هكذا تدعي إسرائيل منذ فترة بأن لدى حزب الله الكثير من الأنفاق التي تصل إلى المنطقة الحدودية للتذكير في راميا بالفعل نحن أنا كنت من بين الناس الذين قلنا بتصوير أحد الأنفاق الذي اجتاز الحدود في تلك الفترة قبل أكثر من السنة هذا الأمر وبالتالي هذه المنطقة تدعي إسرائيل بأن فيها أنفاق الآن طبعاً وزير الدفاع أطلق تهديدات جديدة قبل بعض الوقت في لبنان وقال إن إسرائيل قتلت نصف قيادي حزب الله الميدانيين في الأشهر الأخيرة وأن الأمور ستذهب إلى نوع من الحسم بطبيعة الحال جلنت أيضاً يسرح هذه التصريحات لأن هناك قلقاً في إسرائيل تريد إسرائيل أن تنهي هذا الموضوع في المنطقة الشمالية كي يعود المستوطنون إلى المستوطنات حتى آخر الصيف بطبيعة الحال لهذه التصريحات الآن في إسرائيل هناك تأهب من نوع آخر يسمى تأهب تلقي بمعنى إسرائيل الآن تتحضر أن تتلقى عشرات السواريخ وربما عدد من المسيرات في الساعات المقبلة من قبل حزب الله رداً على هذه الغارات العنيفة التي هزت الجنوب اللبناني ناهد بهذا ما تقوله إسرائيل بأنها تستهدف أنفاق لحزب الله وأن هذه العمليات ليست هي ردود على ضربات حزب الله وأنها ربما مسار وسياق وضعته إسرائيل سابقاً ما الذي يقوله حزب الله؟ حزب الله حتى الساعة لم يعلق على هذه العملية حتى أنه لم يرد حتى الساعة على عملية استهداف أو هذا الحزام الناري الذي حصل بين بلدتين راميا وعيت الشعب الردود التي قام بها اليوم حزب الله هي على استهداف المدنيين ليل أمس في الغارة التي استهدفت منزلاً مأهولاً في بلدة حنين والتي أدت إلى مقتل مدنيتين سيدة وطفلة لذلك اليوم العمليات كلها أربعة عمليات تحديداً أعلن عنها جاءت في إطار الرد على هذا الاستهداف استهداف المدنيين والذي كان على عدد أو أربعة مستوطنات آخرها نطوعة بحسب ما أعلن حزب الله كما أفيفين كما قال الزميل زياد وأيضاً مارجيليوت وشوميرا هي المستوطنات الأربعة التي استهدفها حزب الله إن كان بالصواريخ أو بالقذائف المدفعية وهي رداً على الاستهداف المدنيين غير ذلك بالنسبة لهذا الحزام الناري أو الاستهدافات في عيتا وراميا لم يعلق عليها حزب الله وهو بالأساس كل الاستهدافات الإسرائيلية التي تحصل وحتى إن كانت إسرائيل تقول بأنها استهدفت بنا تحتية أو مواقع لحزب الله أو مراكز لأسلحة لحزب الله حزب الله لا يؤكد أو ينفي هذه المعلومات بل هو لا يتطرق إلى تفاصيل ما تم استهدافه في إطار كل العمليات التي كانت تقوم بها إسرائيل منذ بداية المواجهات في جنوب لبنان وحتى اليوم طبعاً هناك ترقب لمعرفة إن كان سيكون هناك مرت لحزب الله على هذه العملية خصوصاً وأن الصورة في جنوب لبنان باتت في الأسبوعين الأخيرين في إطار الردود كل العمليات إن كان بالنسبة لإسرائيل أو إن كان بالنسبة لحزب الله يعني استهداف واستهداف مقابل هذا هو اختصار المشهد في جنوب لبنان منذ فترة بالإضافة طبعاً إلى الاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل وأخيرها كان يوم أمس اغتيال قيادي في حزب الله والتالي كان الاستهداف في خليج حيفا هو رداً على هذا الاغتيال الذي قامت به إسرائيل طبعاً هناك ترقب لمعرفة إن كان التصعيد سيأخذ منحة آخر خلال الأيام المقبلة بالإضافة إلى أن ترقب لما إن كانت ستتحرك مجدداً الجهود الدبلوماسية والسياسية خصوصاً وأن مصادر الحدث أشارت إلى أن وزير الخارجية الفرنسي سيحضر إلى لبنان يوم السبت المقبل طبعاً وسيلتقي في هذه الجولة أو في هذه الزيارة بالمسؤولين اللبنانيين وموضوع جنوب لبنان هو البند الأساسي على طاولة المباحثات خصوصاً بعد المقترح الفرنسي الأخير الذي كانت حتى مصادر الحدث مصادر الدبلوماسية للحدث أعلنت عنه وأشارت إلى البنود التي تطرقتها طبعاً لذلك ربما تكون هذه الزيارة إعادة لإنعاش المفاوضات التي كانت جمدت منذ فترة خصوصاً بعد آخر زيارة للموفد الأمريكي أموس هوكستين إلى لبنان الآن هناك يمكن القول بأن الهدوء الحذر عاد على الجبهة الجنوبية بعد آخر غارة نفذها الطيران الحربي في بلدة علم الشعب منذ ذلك الحين وحتى الآن نشهد هدوءاً حذراً يخرقه طبعاً بين الحين والآخر تحليق الطيران الحربي والاستطلاع فوق البلدات الجنوبية زياد مفاوضات والسعي لهدنة من أجل الحرب في غزة لم تصمر حتى الساعة هل ينسحب ذلك على الجهود الساعية لإيجاد تهدئة ما بين إسرائيل وجنوب لبنان فيما يتم الحديث عنه سواء من جهود فرنسية أو رغبة حتى أمريكية لذلك هل إسرائيل ربما تكون مع هذه المساعي أكثر ليناً ورغبة حتى؟ إسرائيل حالياً هي تعرف بأنه ثمت اتصالاً مباشراً بين الجبهة الجنوبية وتلك الشمالية بمعنى طالما أن هناك حرباً على قطاع غزة ستستمر الجبهة الشمالية على تصعيدها حالياً ما تخشى إسرائيل بأنها دخلت هي وحزب الله في ديناميكية ما قد تقود في مرحلة ما من خلال حسابات خاطئة من أحد الطرفين إلى حرب شاملة بمعنى تقييم الاستخبارات الإسرائيل الآن بأن حزب فقدنا الاتصال مع زياد على ما يبدو نعم ناهد طبيعة الضربات في المناطق التي استهدفت من إسرائيل في الجنوب اللبناني هناك من يصفها بأنها مسعى ربما لإخلاء هذه المناطق وعدم التفكير حتى في العودة إليها كيف شكل هذه المناطق بعدما تم استهدافها؟ هل هي فعلاً في هذه المرحلة من الدمار؟ هذه البلدات هي بلدات حدودية تماماً رشا وهي كانت تستهدف منذ اليوم الأول خصوصاً عيت الشعب عيت الشعب تعتبر أحد معاقل حزب الله ومنها كانت انطلقت شرارة حرب يوليو عام 2006 إذ أن من تلك البلدة تم اختطاف أسر الجنديين الإسرائيليين الذين أشعلوا حرب يوليو 2006 لذلك كانت تستهدف بشكل يومي وهذا الاستهداف أدى إلى ضمار كبير هناك أحياء سكنية بأكملها إن كان في عيت الشعب أو في عدد آخر من البلدات الحدودية هناك أحياء سوية بالأرض تماماً مباني سكنية بأكملها دمرت بالإضافة إلى أضرار عديدة لحقت بمنازل أخرى يعني بحسب آخر إحصاءات أكثر من 3000 وحدة سكنية دمرت تماماً لذلك حتى بعد انتهاء الحرب العودة إلى هذه البلدات لجميع الذين كانوا تركوها ونزحوا منها صعب لأن قبل إعادة إعمار هذه البلدات بعد الدمار الهائل الذي لحق بأحياء عدة نحن نتحدث عن أعداد كبيرة من البلدات راشة هنا على طول الشريط الحدودي من النقورة وحتى مزارع كفرشوبة تلك البلدات على الحدود معظمها فيها دمار أكثر من نصف البلدات يمكن القول بأنها باتت مدمرة جراء الاستهدافات المتواصلة والغراط المتواصلة مع استعمال أنواع من الصواريخ تؤدي إلى دمار كامل بالممتلكات شكراً جزيلاً لك من جنوب لبنان كنت معنا مراسلة الحدث ناهد يوسف شكراً ناهد وأيضاً شكر للزميل زياد حلبي مدير مكتب الحدث في فلسطين ومن القدس ينضم إلينا أيضاً المحلل السياسي يوني بن منحيم أهلاً ومرحباً بك معنا سيد يوني وفقاً للتحليل والرؤية الإسرائيلية هل نحن ذاهبون فعلاً إلى حرب أكثر اتساعاً؟ وهنا أتحدث على الجانب والجبهة الشمالية الإسرائيلية مع جنوب لبنان أم أن الموضوع سيبقى على هذه ربما الصيغة قد تزداد سخونة هذه الجبهة ولكن لن تذهب إلى حرب أكثر شمولية نعم في هذه الأثناء الحرب هي تكريباً في نفس قواعد اللغبة منذ بداية الحب في السابق من أكتوبر ولكن إسرائيل تخشى وفيه نقطة كديرات استخباراتية بأن كل من نكتغل من العملية الواسعة لإحتلال مدينة رفح في جنوب القطاع ستتغير السورة لأن إيران معدل الاحتلال أو الاجتياح تريد أن تحتل إسرائيل رفح أو أنه خطأ في اللغة العربية سيد يوني؟ لا أنا أفهم تماماً ما هو الفق بين الاجتياح وبين الاحتلال تريد أن تحتل رفح إسرائيل؟ نحن نتحدث على محلتين الأولى الاجتياح ومن ثم الاحتلال لأن إسرائيل تريد أن تدمر كل الأنفاق تحت مدينة رفح وهي تريد أن تستولي على محور فيلادلف الذي يستخدم لتهريب الأسلحة ولذلك في البداية العملية ستكون خفيفة ولكن بالتدريج سيتيم احتلال كل منطقة مدينة رفح بما فيها محور فيلادلف هذا بما يخص الجنوب في قطاع غزة؟ نعم على أن لبنان فبنسبة للبنان التقديرات الاستخباراتية هي بأن إيران وعدت قادة حماس وهذا كان وعد شخصي للمرشد الأعلى ألي خميني إسمائيل أنية قبل شهر بأن إيران لن تسمح بأن تسقط مدينة رفح وأن يتيم الاتاحة بحكم حماس في قطاع غازة ولذلك في هناك توقعات لدى الاستخبارات العسكرية بأن كد يكون هناك تسعيد بالأوضاع الأمنية مع الاكتراب من عملية رفح يعني التسعيد في الأوضاع الأمنية على الجبهة الشمالية لكي لا تنفذ العملية في رفح وذلك مبني على وعود وفقا لهذه التسريبات من خامنئي إلى حركة حماس طيب ماذا عن إسرائيل بعيدا عن وعود إيران وما تريده إيران أو تقوله هل هي ماضية فعليا بهذه العملية رغم كل التحذيرات وكل اجتماعات والمطالب الدولية لها وبعض الاختلافات والتباينات في الداخل الإسرائيلي الكل يريد القضاء على حماس وهذا معروفا بالنسبة لإسرائيل ولكن هناك من يضع أولويات مختلفة فيما بينها هل هم ماضون في إسرائيل إلى هذه العملية وقريبا وكما تم الحديث عنها نعم تم إدلاغ الجانب المصري إسرائيل أبلغت الجانب المصري بأن ناوية عن تشتحمد مدينة غفح وأبلغت الولايات المتحدة وفي هناك لا يزال حوار مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة لإسرائيلية لدمان عدم المساس بالمواتنين للبرية وسيتم إخلى المئات لألاف من النزحين من منطقة رفح شمالان إلى منطقة خانيونس وغبطة ما نشر صور الجوية بوسائل الإعلام الأجنبية في هناك بدأت بناء المخيمات للنزحين في منطقة خانيونس وعادي العملية نقل النزحين من رفح شمالا تأخذ تلاطة الصبي أو شاهر يعني إذن العملية ماضية المسألة مسألة توقيت فقط نعم صحيح طيب إسرائيل اليوم هناك الكثير من المواقف التي لم تكن موجودة قبل هذه العمليات تغيرت اليوم المواقف والمطالب الدولية منها لا تخشى إسرائيل أن تدخل في ما يشبه العزلة إذا لم تكن عزلة حقيقية بعد هذه الحرب وانتهائها عملية في رفح هي آخر عملية في الحرب على قطاع غزة يعني إسرائيل تقول للمجتمع الدولي أحسن أن تنتهي هذه الحرب بأسرى وقت ممكن وإذا دلت حماس في هذه المنطقة منطقة منطقة رفح تستمير كل المشاكل ويستمير إطلاق السوريح باتجاه إسرائيل وحماس ترفض إعادة المخطوفين ولذلك علينا إكمال المهم والسيطرة هذه المنطقة وتفكيك البنية العسكرية لحماس وبذلك ستنتهي الحرب ولكن لم تتمكن حتى الآن من تفكيك البنية إسرائيل على الرغم من عشرات الآلاف من الضحايا كان هناك يوم أمس رشقات صاروخية وتحديدا من الشمال في غزة الذي لطالما تحدثت إسرائيل أنها أنهت العمليات هناك لا هذا غير ضقيق لكن إسرائيل تقول رسميا وحماس لم تنفي ذلك إنه من 24 كتيبة عسكرية للحركة لجهاز العسكري لحماس تم التفكيك 18 كتيبة ولا تزال هناك 6 كتائب تنتين في منطقة وسط القطاع في مخيم من الصغيرات ومخيم دير البلح والأربع في منطقة رفح وإندما سيتم احتلال منطقة رفح سيتم تفكيك كل هذه الكتائب وبذلك سيتم تفكيك كل المنظومة العسكرية لحماس ولكن ستبكى هناك بالطبع خلايا صغيرة لحماس وكيف سيتم التعامل معها؟ يعني كل القراءات تقول بأنه حتى لو كان هناك نوع من التدمير للبنى التحتية ولكن لن يتمكنوا ربما من القضاء على حماس كفكر لحماس نعم هناك إمكانية لاتشتفات الفكر الحمسة ومن عقول الناس ولكن بالنسبة للخلايا الصغيرة لحماس هذه عملية طويلة تستمير سنتين إلى ثلاث سنوات وإسرائيل تكون بمدهنات معينة حسب بناءنا لمعلومات استخباراتية لمكافحة هذه الظائرة ذائرة الخلايا الصغيرة ولكن البنى العسكرية ككل هي سيتم تدميرها من كبل الجيش الإسرائيلي من القدس كنت معنا المحلل السياسي يوني بن ناحيم شكرا جزيلا لك أفادت مصادر الحدث بأن ستيفان سيجورني وزير الخارجية الفرنسي سيصل إلى بيروت مساء السبت المقبل في زيارة الرسمية لساعات يستهل بها جولة الشرق أوسطية تتعلق بالحرب في غزة والوضع في جنوب لبنان ومن المقرر أن يبحث سيجورني مع المسؤولين في بيروت مقترحات فرنسية لنزع فتيل الصراع عند الحدود مع إسرائيل من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان أهلا ومرحبا بك معنا سيد إبراهيم هذه المساعي الفرنسية والزيارة المرتقبة هل ستؤثر في شيء في ظل ما يصدر تحديدا من إسرائيل من بيانات وجديتها ربما اليوم في الحرب على جنوب لبنان سواء للقضاء أو كما تقول إنهاء موضوع الأنفاق وأيضا كما قالت بأنه هي الجبهة ربما الأكثر أهمية الآن لها وستحسب قريبا هل ستؤثر هذه الجهود والمساعد الدبلوماسية الفرنسية من وجهة نظرك نعم إذا ما تبعنا ما يحصل على الحدود اليوم من تكثيف بالهجمات الإسرائيلية وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن ما يحصل هو عملية هجومية على مواقع في جنوب لبنان ونربطها بزيارة وزير الخارجية الفرنسي وكذلك الأمر احتمالي أو الزيارة المرتقبة للمبعوث الأمريكي أموس هوكستين تدل على أن الجانبين وخصوصا اليوم الجانب الإسرائيلي يحاول أن يضغط قدر الإمكان للتوصل إلى اتفاق ديبلوماسي وإن كانت اليوم العملية الهجومية تختلف من حيث الوتيرة والكثافة عن كل الأشهر والأسابيع التي سبقت لكنها لا تزال حتى الساعة مضبوطة في منطقة الشريط الحدودي ولم تتعدى منطقة جنوب الليطاني وتحديدا منطقة الحدودية مع لبنان هذا يؤشر إلى أن الإسرائيليين يهيئون لهذه الزيارة لزيارة وزير الخارجية الفرنسي وزيارة المبعوث الأمريكي لتحسين الشروط لماذا؟ لأن الجانب الإسرائيلي يريد التوصل إلى اتفاق مع فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة حزب الله أبلغ الوسطى أنه جاهز الاتفاق والمفاوضات لكن بعد أقف اطلاق النار في غزة الحكومة الإسرائيلية أبلغت الوسطى أنها تريد الاتفاق الآن وإلا ستلجأ للحسم العسكري فاليوم ترفع من وطيرة العمليات العسكرية بإشارة على مدى جديتها باللجوء إلى الخيار العسكري أو ما تسميه بالحسم العسكري في حال لم تصل الجهود الديبلوماسية إلى أي ثغر أو إلى أي اتفاق يعيد الهدوء إلى الانطقة الحدودية الجنوبية للبنان هل من الممكن أن تكون إيران لديها رؤية مختلفة إذا ما ذهبنا إلى فرضية التي تحدث عنها يوني بن بناحم عن وعود إيران لحماس أو لهنية تحديدا بأنه لم نعطي الفرصة أو لن نعطي الفرصة لإسرائيل للهجوم في رفح من خلال التصعيد في الجبهة الشمالية هل من الممكن أن يتم التراجع عن هذه النية الإيرانية أو نية حزب الله إذا جازت تعبير؟ هل من الممكن ذلك؟ نعم إذا قرأنا أهمية حماس أو حزب الله بالنسبة لإيران سنجد حتما أن حزب الله هو الأهم بالنسبة لإيران فعلى الواقع يقول أن إيران لن تضحي بحزب الله من أجل الدفاع عن رفح وإلا كانت زجت به بالمعركة منذ السابع من أكتوبر أو الثامن من أكتوبر التاريخ الذي بدأ حزب الله بالعمليات يعني كانت زجته بالمعركة بالكامل وليس بالعمليات المحدودة الشعاع أو التبادل القصف على المناطق الحدودية لأن حزب الله بالنسبة لإيران هو الفصيل الأكثر استثماراً به والأكثر جدية والورقة الأقوى لها في منطقة الشرق الأوسط والتي لا تريد إيران أن تخسرها ولن يحصل هذا في المدى المنظور يعني إذا قررنا أهمية الحزب وحماس بالنسبة لإيران حتماً ستفضل الحفاظ على الحزب يعني إذا ما خيرت وليس العكس فمن الممكن أن تلجأ لزيادة تكثيف العمليات نعم لمحاولة التخفيف عن رفح أو لتأجيل عمليات رفح لكن هذا أثبت خلال الأشهر الماضية أن دخول حزب الله في هذه المعركة تحت مسمى المشاغلة والمساندة لغزة لم يؤثر عملياً على العمليات العسكرية الإسرائيلية لأن عدد الجنود الإسرائيليين والكتابة الإسرائيليين والألوية الإسرائيلية الموجودة في قطاع غزة كافية للمعركة بالنسبة إلى حجم القطاع النطاق والجغرافي ليس كبيراً ولا يحتاج إلى العدد الموجود بل هو فائد لدى الإسرائيليين بل بالعكس عزز وجودهم على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا في الأولى الأخيرة تحسباً لهكذا سيناريو لكن عند تذهب إيران لتزوج بحزب الله بمعركة واسعة لحماية رفح هذا مستبعد من حيث الواقع ومن حيث من يعرف طريقة كيف تدير إيران ملفات فصائلها وتفضيلها بين الفصائل ربما لا تزوج فيه وفقاً للمعطيات على الأرض ولكن قد يطول هذا المشهد لا ينتهي الآن وهنا من هنا أسأل عن جدوى هذه الزيارة المرتقبة والمساعي سواء للجانب الفرنسي أو حتى لهوكشتاين نعم بلا شك الجانب الفرنسي والأمريكي كل بلد منهما أو كل عاصمة منهما لها المصالح الخاصة بعدم توسع الحرب فرنسا لها مصالح في لبنان تريد أن يعود الاستقرار لعودة ملف الغاز والنفط في المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية والمنطقة الاقتصادية للبنان لأجل أن تزاول توتال عملها كذلك الولايات المتحدة أبرمت اتفاقاً تعتبره استراتيجياً بين لبنان وإسرائيل عبر ترسيم الحدود البحرية ولا تريد أن تضيع هذه الجهود الدبلوماسية كما أنها لا تريد أن تتوسع الحرب في المنطقة لتجر أمريكا إليها أما حزب الله فهو قراره كما قرار إيران لا يريد توسعة الحرب لكنه اليوم ربط دخوله بما يحصل في غزة فإن توقف حزب الله اليوم في هذه اللحظة وردخ هذه المطالب فهو يعني أنه قبل بفصل الجبهتين ما يعني سقوط نظرية وحدة الصحات أو ترابط الصحات وهو اليوم يسعى لأن يثبت هذه النظرية الخلاف هو في آلية التطبيق متى يعني كل التفاصيل متفق عليها سلفاً لكن الخلاف اليوم الإسرائيلي يريد أن يكون وقف اطلاق النار والاتفاق فوراً فيما حزب الله يريد أن يؤجل إلى مرحلتنا بعد وقف اطلاق النار في غزة وهذا ما قد يعقد الأمور هذه النقطة قد تأخذ الأمور إلى تصاعد أكثر في محاولة من الإسرائيليين للضغط على حزب الله ليقبل بوقف اطلاق النار الفوري من دون أن تؤدي إلى توسعة الحرب بحسب الضوابط الأمريكية لأن طبيعة الحال شن حرب كواسعة على لبنان يحتاج لضوء أخضر أمريكي وهذا بات معلوماً أنه غير متوفر حتى اللحظة لنتنياهو طيب سيد إبراهيم يعني معروف بأن إسرائيل تسعى للحصول على منطقة وعلى كيلومترات محددة في جبهتها الشمالية أو في حدودها الشمالية مع جنوب لبنان ويقال طبعاً بأنه إذا لم يحدث ذلك من جراء عملية أو اتفاقية سياسية ما بين البلدين فأن ما تقوم به اليوم يمهد لحدوث ذلك من خلال تدمير هذه المناطق والضربات المكثفة عليها إلى أي حد هذه القراءة صحيحة نعم بلا شك إسرائيل تريد أن يبتعد حزب الله عن الحدود لكن بالإعلان لا تريد إجراء غير ملموس لماذا؟ لأن وجود حزب الله في المنطقة الحدودية لمن يعرف المنطقة جيداً ليس ظهوراً علنياً وذا مواقع معروفة بل هو منذ 2006 موجود داخل تلك المنطقة لكن بتمويهات ومواقع سرية وغير ظاهرة للعيان يريد الجانب الإسرائيلي من حزب الله أن يدخل باتفاق يقول أنه بموجب هذا الاتفاق انسحب إلى مسافة 5 إلى 6 أو 10 كيلومتر حسب المسافة التي يطالبون بها لكي تستطيع الحكومة الإسرائيلية أن تقنع المستوطنين بالعودة إلى المستوطنات الشمالية لأنها في حال قالت أن حزب الله تراجع عن الحدود وهو غير مشاهد أساساً بالعودة ومن الاقتراب فهذا لن يطمئن الداخل الإسرائيلي ولن يعوده ولهذا تصر إسرائيل على الاتفاق ولن يعوده ولهذا تصر على الاتفاق وعلى أن ينصل الاتفاق حرفياً على أن حزب الله قابل الانسحاب عن الحدود لأنها كذلك الأمر هذه الضربات نعم تؤثر على البنية العسكرية لحزب الله لكنها غير كافية لإبعاد عن الحدود دونما عملية برية وهذه كذلك حتى الساعة تحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي أشكرك من بيروت كنت معنا الكاتب الصحفي إبراهيم رايحان شكراً جزيلاً دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مستقل بشأن التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في غزة دمرتهم القوات الإسرائيلية وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أنه أمر بأمر يجبر على الدعوة إلى تحقيق مستقل في جميع الشبهات والظروف نظراً إلى أنه يخلف انطباعاً بالفعل بأن انتهاكات قد تكون ارتكبت لحقوق الإنسان أعلن الجيش الإسرائيلي عن تجنيد لوائي احتياط لمتابعة مهمة الدفاع والهجوم في قطاع غزة تحت قيادة الفرقة 99 ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو قال إنه لتدريبات خضع لها الجنود الذين شاركوا في عمليات على الجبهة الشمالية تحاكي سيناريوهات عسكرية مختلفة كما ورد في بيان رسمي ترجمة نانسي قنقر وتتواصل الاستعدادات لشن هجوم رفح البري فقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يساعد لاجتياح مدينة رفح جنوبية قطاع غزة في وقت قريب جداً ناقلة عن مصدرين عسكريين لم تسممهما أن خطة الاجتياح تشمل نقل أكثر من مليون فلسطيني من رفح إلى جنوب القطاع ووسطه هيئة البث وإذ رجحت أن تستمر عملية الإخلاء تلك من أربعة إلى خمسة أسابيع أفادت بأن الحملة العسكرية ستنفذ على مراحل مع تقسيم المنطقة إلى أقضية وبلوكات وبالتزامن مع الحديث عن الخطة أشار تحليل صور لصور تقطها قمر اصطناعي إلى البدء بإنشاء مجمع لخيام مجمع جديد قرب مدينة خان يونس إلا أن الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي نفى وجود أي علاقة للجيش بالأمر توقعت صحيفة يدعوت أحرانوت أن يلحق كل من رئيس هيئة الأركان العامة هارتها ليفي ورئيس الشباك رونينبار برئيس شعبة الاستخبارات العسكرية المستقيلة هارون حليفة وقالت إن استقالتين هم تقتربان وأوضحت الصحيفة أن استقالة حليفة لم تدخل حيز التنفيذ بعد انتظاراً لاختيار من سيخلفه مضيفة أن هناك مشكلة أساسية بشأن اختيار الشخصيات التي ستخلف قادة الجيش ورئاسة الأركان العامة والشباك إذ أن القادة الجدد كانوا في مناصب ينسب إليها الإخفاق أيضاً ويعدون جزءاً من الفشل وفي الأشهر القليلة الماضية لم تتوقف التقارير عن قرب استقالة قادة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الذين يتحملون مسؤولية الفشل في صد هجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة هذا وأظهرت صور أقمار مصطناعية توسيع مخيمات النازحين بالقرب من خان يونس ورفح في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر أعلنت وزارتها الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك اليوم أن برلين تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة من جانب آخر أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن ترغب برؤية تقدم فعلي داخل الوكالة قبل أن تقرر استئناف تمويلها النشرة مستمرة وفيها أيضا قانون أمريكي لمكافحة الكبتاجون السوري خلف عنوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحيا نرصد لكم القضايا المحلية تفاصيل دقيقة تعكس الواقع الفساد الفقر وعناوين كثيرة نحلل ونفصل أحداثا صامتة غائبة أو مغيبة مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك الحدث في مكانك السبت الحادي عشر ونصف صباحا بتوقيت جرينيتش على شاشة الحدث يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أو جاعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصار دول لأنه لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه قلصت إيران من وجودها العسكري في سوريا بعد ضربات إسرائيلية استهدفت عددا من قيديها العسكريين وفق ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله اللبناني والمرصد السوري لحقوق الإنسان وكالة الصحافة الفرنسية المصدر ذاته أوضح أن المواقع التي أخلتها القوات الإيرانية هي ريف دمشق ودرعا والقنيطرة في جنوب البلاد خلال الأسابيع الماضية وأفاد المرصد السوري أن عناصر من حزب الله وآخرين عراقيين حلوا مكان القوات الإيرانية في المناطق المذكورة وأشار المصدر إلى أنه كان يوجد مكتب تمثيلي فقط للقوات الإيرانية في المناطق المذكورة يتم عبره التواصل بين سوريا وحلفائها في إشارة إلى الفصائل الموالية لإيران وبحسب المرصد فقد غادرت دفعة من المستشارين الإيرانيين خلال شهر مارس على وقع الضربات الإسرائيلية لمواقع عدة لها في سوريا الواضح بأنها ستستمر لأن هناك انسحاب وليس إعادة تموضع الإعادة تموضع هي لحزب الله للميليشيات الموالية لإيران ولكن هناك انسحاب للمستشارين الإيرانيين لأن الواضح بأن من يعطي أهدافيات عن أماكن تواجدهم باتت إيران على يقين كامل بأن هناك خرط إسرائيلي للساحة السورية بشكل كبير جدا إيران لا تستطيع تضحية بمستشاريها بهذه السهولة وآخرهم كان قادة ما يعرف بمحور المقاومة الذين قتلوا في بثنا ملحق بالسفارة الإيرانية من اسطنبول ينضم إلينا المحل العسكري والاستراتيجي السوري العقيد أحمد الحمادي أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد بداية موضوع الحديث عن تقليص الوجود العسكري الإيراني في سوريا هل هو فقط مبني على الضربات والاستهدافات الموجهة من إسرائيل لهؤلاء في سوريا أم أن هناك بعد آخر ربما يتعلق بما يحكى عن مواقف سورية متغيرة حيال الوجود الإيراني في سوريا تحية لكم جميعا الوجود الإيراني والميليشياوي هو موجود على الأرض السورية في طول البلاد وعرضها هو موجود في منطقة دير الزور في الحدود السورية الأردنية في الحدود مع جولان في دمشق في حمص في القصير الموجود ليس وجودا عضويا للميليشيات الإيرانية أن يكون جنسيته إيراني ولكن هناك الحرس السوري الإيراني نعم تابع لإيران فالزينبيون والفاطميون وحزب الله وغيره من الميليشيات وحزب الله اللبناني والعراقي وغيره من التابعين للحرس السوري الإيراني هم متواجدون ولا أتوقع بأنهم في صدد الانسحاب نهائيا من سوريا ولكن الضربات الإسرائيلية المجعة وخاصة الاستخباراتية التي سنتكلم عنها هي التي أدت إلى تبدل الموقف الإيراني ربما وإخفاء المستشارين الإيرانيين الكبار الذين أصبحوا عرضة للضربات الإيرانية في حمص، في بانياس، في ريف دمشق، في ديرزور وخاصة كما يقال الضرب القوية التي تلقتها إيران في المبنى الملحق بالقنصلية بمقتل عدد من القادة وعلى رأسهم زاهدي هذه الضربات لا بد من بعد كل ضربة هناك جيوش والدول تقوم بتقييم الموقف العسكري والموقف الميداني هذا التقييم أدى إلى وجود فكرة عند الإيرانيين بأن هناك خرق مخابراتي كبير على مستوى عالي إن كان من قبل النظام السوري والضباط المشرفين على إقامة وتحريك هؤلاء المستشارين أو ربما اتهامات للروس الذين لم يحركوا ساكنا على مدى أكثر من عشرة سنوات ضد الطيران والصواريخ الإسرائيلية المغيرة على مناطق هامة يعني دمشق يجب أن تكون محمية بالس 300 والبانستر وغيرها من الصواريخ والس 400 المتواجدة لدى روسيا ولكن روسيا تسمح بهذا العمل العسكري الإسرائيلي على مستوى الأرض السورية هذا واحد اثنين بالنسبة لروسيا قامت بتفعيل دور الاتفاقية 1974 في الجولان اتفاقية فصل القوات أعادت اللواء 90 واللواء 60 التابعين للقوات المسلحة السورية للانتشار مرة أخرى على طول الحدود وأقامت أكثر من 10 إلى 15 نقطة عسكرية وقامت بتسيير دوريات حتى لا يكون هناك خرق لهذه الاتفاقية بضرب المواقع الإسرائيلية المقابلة في الجولان المحتل لذلك هذه الاختلافات في المرؤى والمواقف ما بين الروس والإيرانيين أدى إلى تزايد الضربات الإسرائيلية على مواقع إيرانية ومستشارين لذلك قامت إيران بسحب بعض المستشارين الهامين إلى داخل الأراضي الإيرانية أو إلى لبنان أو إخفاؤهم في أماكن لا يعرفها إلا هم في داخل الشقق السكنية داخل البيوت وإخفاء هويتهم في هذه المنطقة طيب سيد أحمد ربما هذا التحليل لما حدث ولكن الانعكاسات على الأرض ما الذي سيتغير من جراء الحديث عن هذا التقليص أو إذا صح التعبير بأنه تقليص ما الذي سيحدث على الأرض على الأرض لا تغير يذكر لأن الميليشيات التي المستشارين الإيرانيين ليسوا هم من يمسك الأرض هم من يقدم الخبرى والقيادة والمعلومات ويقوم بتحريك هذه الميليشيات ولكن اليوم الميليشيات الإيرانية بمختلف مسمياتها هم موجودون لا يزالون في أماكنهم فمثلا من الجولان لم يختلف الأمر بسحب الميليشيات التابعة لإيران لحزب الله أو لبعض الكتائب المتواجدة في تلك المنطقة كما أن منطقة دير الزور ومنطقة القصير والحدود اللبنانية لا يزال حزب الله والميليشيات تسيطر على هذه المناطق حتى الآن لا أتوقع بأن هناك تغييرا جوهريا في سياسة إيران تجاه سوريا فهي تريد أن لا تخسر هذه الساحات لا الساحة اللبنانية ولا الساحة السورية ولا الساحات الأخرى في المنطقة إيران ما زالت كما هي سيد أحمد ولكن السؤال كما هي ولكن هناك تغييرات تكتيكية أنا أسأل عن التغييرات ليست التكتيكية من جانب الإيراني إيران ما زال لديها طموحات ولديها أهداف وأجندة في هذه المنطقة وهذه الدول ولكن اليوم نسأل إذا ما كان هناك تغير من جانب هذه الدول وتحديدا سوريا بالنسبة لسوريا هناك الوجود الروسي الموازن للوجود الإيراني فمثلا روسيا تحاول أن لا تزج سوريا من الأراضي السورية أن يكون هناك خرق باتجاه إسرائيل فتضبط هذه الأمور لأن روسيا تريد أن لا تغضب إسرائيل حتى الآن في الجبهة السورية أو في أماكن أخرى لذلك هي التي توازن الوجود الإيراني في هذه المنطقة ولولا ذلك رأينا بأن الميليشيات المتواجدة في جنوب لبنان تقوم يوميا بضرب الجليل الأعلى وغير مناطق ولكن في الجبهة السورية وهي 76 كم ومتواجد الكثير من هذه الميليشيات تقوم روسيا بضبط تحركات هذه الميليشيات حتى لا تنزل الأمور أكثر على الجبهة السورية الإسرائيلية شكرا جزيلا لك من اسطنبول كنت معنا المحل العسكري والاستراتيجي السوري العقيد أحمد الحمد شكرا بعد أيام من موافقة مجلس النواب بالأغلبية عليه وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مكافحة الكابتاجون الذي يدعو إلى تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة في دمشق على أن يمرر خلال الساعات المقبلة إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ويتحول إلى قانون نافذ وواجب التطبيق ويهدف القانون إلى منح الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة دمشق وحزب الله وشبكاته وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بالمخدرات وحبوب الكابتاجون أو يعمل على تصنيعها وتهريبها من أي جنسية كان ووفق القانون يتوجب على إدارة بايدن النظر والبت بفرض عقوبات على عدة شخصيات مرتبطة بإنتاج وتهريب الكابتاجون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر في حين اعتبر موقع الحكومة البريطانية أن نحو ثمانين بالمئة من إمدادات العالم من الكابتاجون يتم إنتاجها في سوريا متهما للجيش السوري أنه يقوم بتسهيل وتوزيع وإنتاج المخدرات عبر القائد في مهر الأسد شقيق الرئيس السوري كما أكد الموقع أن تجارة المخدرات هي شريان الحياة المالي للسلطات في دمشق والذي يصدر شحنات بمئات المليارات من الدولارات عبر ميناء اللذقية ترجمة نانسي قنقر في السودان شهدت أجزاء واسعة من مخيم نفاشة للنازحين وحي أبو شوك في مدينة الفاشر شمالية دارفور شهدت فراراً واسعة من النازحين والمواطنين إلى مراكزي وإن أخرى في المدينة وذلك تخوفاً من المعارك الدائرة في الجهة الشمالية الجنوبية منها وأفد مراسل الحدث أن قوات الدعم السريع ما زالت تواصل حشد المزيد من مقاتليها في الفاشر عقب سيطرتها على مدينة منليط القريبة وأدت عمليات التحشيد هذا إلى فرض حصار على المدينة تسبب بفقدان وشح السلع الغذائية وارتفاع أسعالها اجتاحت عصفة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي حول حادثة اغتصاب وقتل لرضيعة سودانية تبلغ من العمر عشرة أشهر في مصر مأساة الأسرة وتفاصيل الجريمة البشعة في التقرير التالي داخل هذا العقار تم تنفيذ واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المصري خلال الفترة الأخيرة جانت جمعة رضيعة سودانية تبلغ من العمر عشرة أشهر كانت تلعب أمام شقتها ليتم استدراجها من قبل أحد الجيران ليختصبها داخل شقته ما فيش هد بيعمل في طفلك كده ما بيقدرش لسه يقول ماما ما بيقدرش يقول ساعدني ما بيقدرش يقول لنا هي بتعاني ومش عارفة بيعملوا فيها إيه لهذا دمامات المتهم لم يكتفي بجريمة الاعتداء بل قام بخلقها ووضع جثمانها في أحد أكياس القمامة وألقى بها في المنطقة القريبة من البيت لأينا الجصة هنا مرمية هنا ومولينا النار هنا هما اتصلنا لأحلى البيت وهم يقولوا يارنوا الأبو غادر السودان قبل أعوام على أمل اللجوء السياسي يؤكد أنه كان يفضل الموت له ولإبنته في بلده على أن لا يعيش هذه التجربة يعني أنا بفضل أنه عندرب طلقة من شخص ولا أحد يعمل في بنت كده الشرطة ألقت القبض على الجاني الذي اعترف بجريمته شاب يبلغ من العمر 22 عاما ومن المتوقع أن يتم رفع القضية إلى محكمة الجنايات خلال أيام طبعاً مفيش كلام أنه ستنتهي هذه القضية بحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية وإعدام هذا الوحش البشري جراء ما اقترفت هذا في هذه الجريمة رحلت جانت جمعة ولكن مأساة موتها ستبقى عالقة في أذهان المصريين وستبقى ذكراها على وجوه أسرتها وجيرانهم من السودانيين الذين غادروا بلدهم بحثاً عن الأمان المفقود أحمد عثمان الحدث القاهرة